شكى طلاب يمنيون قيام سفارة اليمنية في نيودلهي باستدعاء شرطة لاعتقالهم في مبنى الملحقية لإجراء بعض المعاملات وضح الدارسون أنهم كانوا يقومون ببعض الإجراءات في مبنى الملحقية الثقافية وتفاجأوا بدخول القوات الهندية وطردهم بالقوة من المبنى ولمزيد من التفاصيل حول ما جرى في الهند بحق الطلاب ينضم معنا أنورا سفياني رئيس رابطة التحاط طلابية أهلا وسهلا بك أنور أهلا وسهلا يا مرحبا إذن أنور ما الذي جرى بالضوط في الملحقية في الهند ما جرى ذهب بعض الطلاب إلى مراجعة مبنى الملحقية الثقافية لإجراء بعض المعاملات والإطلاع حول آخر المستجدات بشأن مستحقات وأوضاع الطلاب إلا أن الملحقية الثقافية كانت أتخذت إجراءات صارمة بحق هؤلاء الطلاب لو واحد طلاب في البداية قموا بواجباتكم اطلعونا على آخر المستجدات بشأن مستحقاتنا طلاب موقفين طلاب الاستمرارية وما إلى ذلك إلا أن الملحقية الثقافية عملت بصرامة استدعت الشرطة ودخل عشر جنود هنود لإخراج الطلاب بالقوة من مبنى السفراء طيب هل تم إحضارهم إلى أقسام الشرطة أم فقط إخراجهم من الملحقية أخذوهم إلى مبنى الشرطة وأخرجوهم بعد ذلك بعد وساطات وأيضا أبلغوهم بأنه لا يمكن لكم دخول السفراء مجددا إلا بإذن خطي من الشرطة هكذا كان الرد يعني رد طيب ما هو موقف طلاب الذين حضروا يعني موقفكم كطلاب من هذا الإجراء الذي تم أو من هذا التصرف الذي تم من الملحقية نحن في الهيئة التاسيسية للتحاد عام طلاب اليمن ندين ونستنكر بأشد العبارات قيام السفارة اليمنية في الهند باستدعاء الشرطة لطلاب أتوا من أجل المطالبة بحقوقهم بمستحقاتهم بإيصال أصواتهم بشكل حضاري وسلمي إلى الجهات المختصة الاعتصامات داخل مبنى السفارات سواء كانت في الهند أو في أي دولة من الدول الأخرى ليست تهمات استدعاء الشرطة وليست تهمة استدعاء السجن ندين بأشد العبارات ونوصل رسالتنا إلى الجهات المختصة وزارة التعليم العالية ووزارة الخارجية بالوقوف حول ما جرى والوقوف على هكذا التصرفات يقوم بها السفارة سواء في الهند سواء في روسيا سواء في المغرب سواء في مطر وبقية الدول لم تكن هذه الحادثة هي الأولى ولم تكن الأخيرة إذا ما وجهت وزارة الخارجية سفراءها بالتعامل الإيجابي نحن نمثل الصورة الحضارية والوجه المشرق لليمن لماذا تتعامل معنا السفارات بهكذا طرق؟ لماذا من ذهب إلى الملحقية الثقافية أو إلى السفارة ليوصل صوته أو لطالب بحقوقه يكون مصيره السجن أو الترحيل طيب أنور دعني أسألك عن المطالب التي يتحدث عنها هؤلاء الطلاب ما هي أبرز المشاكل التي يعانونها حاليا والتي أدت إلى تصعد هذه المشكلة في مبنى الملحقية ذهب الطلاب كالمعتاد لإجراء بعض المعاملات الروتينية هناك تكلموا بالحرف الواضح مع القائمة أعمال الملحق التقافي هناك بيطلعونها حول الجديد هم طلاب استمرارية وبعضهم معاملاتهم موقفة يعني أن تقول أن مستحقاتهم متوقفة مستحقاتهم الطلابية متوقفة دراسية نعم في بعض من الطلاب الزميل صراح المفتي هو أحد طلاب من طلاب الاستمرارية وبعض من جملائه أيضا مستحقاتهم متوقفة هناك ذهبوا لمراجعة الملحقية إلا وجدوا تعامل غير إيجابي بالمعنى لو وحثوا بإصرفوا مستحقاتنا وإطلعونا بالجديد أو سنصعد ونعلن على اعتصام مفتوح داخل مبنى الملحقية لم تتوانى الملحقية الثقافية والسفارة اليمنية هناك لدقائق فقط وأتت الشرطة الهندية والفيديو وضح ما حصل طيب بعد كل هذا ماذا أو ما هي الخطوة التي سيقوم بها الطلاب؟ طبعا أتت وساطات هناك للطلاب بالتهدئة كان اليوم الموعد لتنشيل الاعتصام هناك تنخلت بعض الوسطاء بين السفارة والطلاب وعطوهم مهلة محددة لوضع الحلول لهؤلاء الطلاب الموقفين وطلاب الاستمرارية فإن الخطوة القادمة ستكون اعتصام مفتوح في مبنى الملحقية الثقافية في الهند إذن أشكرك جزيلا شكرا سيد نور السوفياني عضو الهيئة العامة تأسيسية لرابط طلاب اليمنين في الخارج كنت معنا عبر الهتف اشتركوا في القناة